موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى رئيس الوزراء معين عبد الملك يصل إلى محافظة المهرة للاطلاع على أضرار العاصفة المدارية لوبان موسيقى قبائل طوق سنعاء تتعهد بإسناد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة وإسقاط الانكلاب موسيقى السلطة المحلية بحضر موت تطلق مبادرة لتخطيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين في المحافظة موسيقى موسيقى قادما من العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء وذلك للاطلاع على الأوضاع في المحافظة وحجم الأضرار التي خلفت العاصفة المدارية لوبان التي ضربت أجزاء واسعة من المحافظة الأسبوع الماضي وقال رئيس الوزراء لوكالتي سبأ إن الحكومة ستعيد ترميم الطرق والمنشآت والبنية التحتية التي تضررت جراء الحالة المدارية لوبان كما ستضع حلولا للمواطنين الذين جرفت السيول منازلهم بالإضافة إلى وضع تدابير تمنع تكرار ما حدث في حال تعرض المحافظة إلى عواصف مماثلة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل بكل جهد على ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية للتغلب على التحديات الطارئة وستضع نصب أعينها التركيز على الملف الاقتصادي والخدمي والإنساني فضلا عن المهام والواجبات الأخرى المناطب الحكومة وقال إن جهود الحكومة ستنصب على إعادة الإعمار ووضع معالجات للتعافي الاقتصادي والعمل بما يدفع عجلة التنمية في كافة المجالات وحث رئيس الوزراء الجميع إلى ضرورة الالتفاف خلف القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية وتمسك بخيار الدولة الاتحادية ودعم الحكومة في توجهاتها الجديدة لما من شأنه أن تتحقق تطلعات وآمال اليمنيين بعد أعوام من الاضطراب والتدهور إلى ذلك قامت قوات التحالف العربي في المهرة بنقل مواد إغاثية وغذائية عبر عدد من المروحيات السعودية إلى مناطق وادي المسيلة بالمهرة والذي انقطعت الطرقات المؤدية إليه جراء السيول الجاريفة لإعصار لبان الذي ضرب المحافظة خلال الأيام الماضية وأشهد محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكوريت بجهود القوات السعودية في إصال المواد الغذائية إلى مناطق وادي المسيلة وبديت بيت زياد وعمليات الإغاثة للمناطق المنكوبة عبر الطيران حيث يتم شق الطرقات لتلك المناطق وقال مصدر محلين أربع مروحيات أقلعت خلال ثلاثة الأيام الماضية تحمل على متنها مواد إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحتوي على الأرز والسكر والدقيق والتمر وبعض الضروريات من فرش وبطانيات للمتضررين والمحاصرين في الوادي دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى ضرورة إرسال رسائل واضحة لميليشيا الحوثي تؤكد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتا تجاه الجرائم والانتهاكات والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها وأن عليهم أن يختاروا إما السلام والمستدام والحقيقي أو مواجهة الشعب اليمني والمجتمع الدولي وطالب بيان الجمهورية اليمنية مجلس الأمن بالحفاظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجات كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين وأعرب البيان عن تطلع اليمن إلى أن تلعب منظمات الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المانحة دورا محوريا ومساهما في استقرار العملة اليمنية عبر توجيه مساعداتها لليمن بالعملة الأجنبية والحوالات الواردة عبر البنك المركزي اليمني أسوة بما قامت به المملكة العربية السعودية وجدد البيان تأكيد الحكومة اليمنية لالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإذانة كل من يقوم بانتهاكها وشدد على أهمية تكثيف العمل مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة وفتح مراكز رئيسية للمنظمات الأممية العاملة في الشأن الإنساني في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المدن الرئيسية بما يضمن لا مركزية العمل الإنساني والإغاثي وعدم تأثره بتعقيدات العمليات العسكرية وبما يضمن عدم استغلال الميليشيا المسلحة لمخازن الأغذية واستخدامها كغطاء لتنفيذ هجمات عسكرية في لقاء ضم قيادة المنطقة العسكرية السابعة وقيادة التحالف مع مشايخ التوقذ العاصمة صنعاء أكد مشايخ المحافظة جاهزيتهم لإسناد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة نتابع نقول اليوم للأخي قائد المنطقة يوم مثل المحافظة إن هذه الكوكبة من أبناء المحافظة من المشايخ الذين أتوا اليوم ومن خلفهم نقول لكم اليوم أننا ماضون وأننا على عهدنا سائرون قبائل محافظة صنعاء تجدد العهد معلنة عن جاهزيتها واستعدادها لإسناد الجيش الوطني لخوض معركة تحرير العاصمة وإنهاء الانقلاب جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي جمع كيادة المنطقة العسكرية السابعة وكيادة التحالف العربي بمشائخ طوق العاصمة وذلك في مركز طارق بن زياد للتدريب القتالي وخلال اللقاء أشاد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي أشاد بالتضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء محافظة صنعاء وحثهم على المضي قدما حتى النصر دعوتنا لكم اليوم هي لاستكمال معركة العزة والكرامة لشان كل واحد فيكم يقول الروح بالدم نفديك يا يمن لشان كل واحد منكم يقول اليوم بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي أنا أقولها ليست كلمة معنوية وإنما مجيئكم رفع معنويات الأخوة الضباط والصف والجنود في المنطقة العسكرية السابعة أقولها وبكل صدق وأمان لم يكن موقف قبائل المحافظة جديدا بل هو تأكيدا للسير على درب الشهداء إذ أن المحافظة قدمت آلاف الشهداء في مواجهة الميليشيا الحوثية طوال سنوات الحرب هذا وكانت كاميرا سهيل قد التقت بعدد من مشايخ طوق صنعاء العاصمة صنعاء الذين أكدوا مضيهم صفا واحدا لاستكمال معارك التحرير باعتبار من بناء الحيمة الخارجية ومن ضمن المنظومة القبلية لمحافظة صنعاء إحنا ما جينا هنا إلا نقاتل إحنا لسنا نازحين وإنما أجينا مهجرين والمهجر في اللفظة القانونية الدولي إنه لا بد أن ينتصر حتى يعود إلى بلاده وبالتالي ليس أمامنا خيار إلا أن نقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى وقد أخرجنا من ديارنا وأهلنا وأموالنا فلا بدنا من القتال إن شاء الله كلنا على حسب استطاعته لا نبالغ إننا نقول إننا جزء من المعركة أو إننا في مقدمتها ولكن إن شاء الله سنكون جزء مؤثر إن شاء الله في حسمها بإذن الله أعلنوا القبائل جاهزيتهم القتالية لا محالة من تحرير صنعاء أولا كمرحلة أولى فأعلنت القبائل كلها كبقى قبائل الطوق للعاصمة الصنعاء جاهزيتهم القتالية من العتاد من الرجال والسلاح لن يتراجعوا لن يتراجعوا لن يتراجعوا إلا عن بعد تحرير وإزالة هذه الماليشيات الإيرانية إحنا مستعدين مش مبلة من الآن للجاهزية عندنا من يوم بدع الحوثي في صعدة عرفت وسنظل عليها إن شاء الله لحتى نفنيه لحتى يخرج من اليمن أو يخرجنا من الحياة إن شاء الله نكون عند حسن الضان في جمع جبائل محاضرة الصنعاء حول وجهة واحدة وهي تحرير العاصمة الصنعاء بإذن الله من الإنقلابيين السلاليين الكهانوتيين هذا وأشاد ضباط وأفراد الجيش الوطني بجبهة نهم بدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدين وقوفهم إلى جانبها في ظل الحملة الإعلامية التي تحاول النيل منها نتابع ندين الهجمة على الشقيقة السعودية ممثلة في ملكة الإنسانية الملك سلمان حفظه الله ورعاه ولا يمكن لنا إلا أن نرد الجميل رد الجميل بالجميل وقفوا معنا في قتالنا وهم واقفين إلى الآن التحالف العربي بجيارة المملكة العربية السعودية ضد هذه الشلة الجرثومة الإنقلابية ولن نكون إلا معهم لن نكون إلا مع ملكة الإنسانية الملك سلمان حفظه الله وولي عهده نقف اليوم ضد الحملة الشرسة التي يقوم بها الصفويين والغربيين ضد المملكة العربية السعودية نحن نقف مع المملكة العربية السعودية ضد الحملة التي تقوم ضدها من قبل الغرب والشرق وإيران ونحن معها قلبا وقالبا وجاهزون لأي أوامر ومستعدون لوقوف جنبها وكما وقفوا معنا فنحن معهم بصفتنا أبناء الجيش الوطني نحن ضد كل من يتآمر على المملكة العربية السعودية ونحن سوف نقف كما وقفت بجانبنا فنحن جانبها على الدواء بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي حاضنة الأراضي المقدسة ومهبط الوحي على محمد بن عبد الله وهي حاضنة الأمة العربية والإسلامية وستظل إلى أن تقوم الساعة ولن نفرط في المملكة العربية السعودية ونحن أصل عربي واحد وإخوة دائما وسنقف كما وقفت معنا وساندتنا سنقف معها ولن ننسى هذا الجميل والمعروف الذي قامت من أجله في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الشعب اليمني ضد هذه الشرمة التي أرادت تفكيك وحدة الوطن استشهد طفل بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشي الإرهاب الحوثية في عزلة آل مضفر بمدنية البيضاء غربي مركز المحافظة أكدت مصادر محلية استشهاد الطفل صالح أحمد محمد الملاحي إثر بفجار لغم زرعته الميليشي الحوثية في منطقة آل ملاح عزلة قوعة المضفر مديرية البيضاء بالقرب من موقع كانت تتمركز فيها الميليشي وقامت بتلغيمه والمناطق المجاورة له ثم غادرت المنطقة بعد زراعة عشرات الألغام فيه تواصل مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهداف مواقع وتجمعات لميليشي الحوثي في إجابة الساحل الغربي مع استمرار دفع قوات الجيش الوطني والتحالف العربي بتعزيزات عسكرية استعدادا لحسم معركة التحرير الشاملة لكافة مديريات محافظة الحديدة الجنوبية والخاضعة لسيطرة الميليشي وفقا لمصادر عسكرية في الساحل الغربي وقالت المصادر أن غارات التحالف أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العناصر من ميليشي الحوثي شرقي مطار الحديدة فيما تخوض قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية معارك في الأطراف الجنوبية الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة أقدم مسلح ميليشي الإرهاب الحوثي على قتل الشاب شمسان محمد عبدالله السفياني بعد ساعتين من اختطافه عند نقطة تفتيش تابعة للميليشي الانقلابية في عزلة العذارب بمديرية بعدان وذلك أثناء توجهه إلى مدينة إب الضحية السفياني من أبناء قرية ظفار المحاددة إداريا لمحافظة الضالع وتقع تحت سيطرة الجيش الوطني بجبهة حمك وسبق أن ارتكبت الميليشي مئة الجرائم المشابهة بحق أبناء المحافظة شدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على مضاعفة الجهود لتجاوز كافة الاختلالات والتحديات التي تواجهها محافظة تعز وتعزيز اللحمة الداخلية للمحافظة والانطلاق نحو استكمال تحرير ما تبقى من المناطق التي ما زالت تحت احتلال الميليشي وقال المخلافي خلال ترأس اجتماعا لللجنة الأمنية بالمحافظة إن تعز أمام مرحلة فارقة تستدعي تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة لوحدات الأمنية العسكرية والسلطة المحلية مثمنا الأدوار البطولية للجيش الوطني والأجهزة الأمنية في دحر الميليشيا وفرض الأمن والاستقرار ومساعدة السلطة المحلية لاستكمال برنامج تطبيع الحياة بالمحافظة ووقف الاجتماع على الأوضاع الميدانية داخل المحافظة حيث استعرض أركان حرب محور محافظة تعز الموقف العسكرية العام وخطط العمليات العسكرية المستمرة ضد الانقلابيين كما قدم مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الأكحل تقريرا مفصلا عن الحالة الأمنية والجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الاستقرار في المحافظة وشدد الاجتماع على دعم المكونات ومختلف قطاعات المجتمع للجيش والأمن والسلطة المحلية مؤكدا على سرعة ضبط وترشيد الخطاب الإعلامي وتوحيد الرؤية بما يخدم أولويات المحافظة في التحرير ودحر الانقلاب كما اتخذ عددا من القرارات والتوجيهات بما يخدم الوضع الأمني والعسكري للمحافظة في إطار جهود تفعيل مؤسسات الدولة في تعز ناقش مدير عام مكتب النقل في المحافظة مع مدراء المكاتب في المديريات ومدراء أمن مديريات المدينة وشرطة السير آلية توحيد الوعاء الإرادي وكبح جماح الفساد والاعتداء على إرادات الدولة المزيد في التقرير التالي مكتب النقل بتعز التقى اليوم بمدراء مكاتب المديريات لحثهم على العمل أكثر وضبط الإرادات كون المكتب من المكاتب الإرادية اللقاء وكد على تنسيق الجهود مع الجهات الأمنية كونها جهة ضبط ومتابعة للمخالفين ومن استغل الوضع القائم بالمحافظة وفرض الإتاوات غير القانونية والإثراء غير المشروع يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة التي تهدف للخروج برؤية واضحة وتكاملية ما بين مكتب وزارة النقل وفروعه بالمديريات وما بين الوحدات الإدارية على مستوى كل مديرية ومدرع عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة والتي نتوقع من خلال تنفيذ هذه الآليا الارتقاء بالأداء ومعالقة قوانب الإختلال والنقص وكذلك رفع المظالم التي يعاني منها المواطنين والسائق السيارات خرج اللقاء بتوصية سيعمل عليها مكتب النقل والسلطات الأمنية بالمديريات وبالتنسيق الكامل مع شرطة السير لتنظيم وتوحيد الوعاء الإرادي في كل المجالات كالمناشير والمنايس ونقليات المياه والنقل الداخلي والخارجي كونها من إرادات رفض وتحسين دخل المحافظة استطعنا بخطاء متواصلة وبتضافر جهود الجميع سواء الموظفية المكتب أو القيادة السلطة المحلية أو كثير من ذوي العلاقة أن نخطو خطوات والآن نستطيع أن نقول بأننا نضع أقدامنا على الخط المثمر الذي سينعكس بعد جهود مضنية في ترتيبات إدارية داخلية الذي سيثمر نتائج ملموسة على عرض الواقع نسعى نحو تحقيق دكامل عمل في إطار الميدان وفي إطار عمل الإداري لضبط عملية الحركة المرورية ولضبط الإرادات حتى يصل إرادة الدولة إلى خزينة الدولة هذا ما نسعى إليه بالتعاون والتنسيق بين الملكات المختلفة وعلى رأسها مكتب شرطة السير ومكتب النقل نحن نعمل بقهد بيدي القانب قطعنا أشواط الحمد لله رب العلمي في تنظيم حركة السير وهذا شيء ملموس في تواجدنا الميداني في العمل الإداري التي نقوم فيها بشرطة السير وأحب أن نذكر هنا ما قد مليت من الكلام أنه في ظل إعدام تام لإمكانيات في ظل إمكانيات صفر إعادة الحياة مستمرا ويتحسن كل يوما في كل المكاتب التنفيذية بمحافظة تعز كون هذه المحافظة مصرة على الانتقال إلى الدولة بكل مؤسساتها وإن كانت تعاني فالمعاناة استخلاص وتنقية لها من كل شوائب الماضي وأبناؤها مصرون أنهم سيتقدمون ركب الحياة المدنية وسيصلون قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن ميليشي الحوث الانقلابي عدت كشوفات تضم عشرات الآلاف من الموظفين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في مناطق احتلالها تمهيدا لفصلهم من وظائفهم تحت مبرر انقطاعهم عن العمل وعملهم مع الحكومة الشرعية وحذر الإرياني من مساعي ميليشي الحوث الإيرانية لفصل آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من وظائفهم وتوطين عصى عناصرها داخل الأجهزة الحكومية في سياق مخطط مكتمل للأركان لتدمير وحوثنة مؤسسات الدولة وأكد وزير الإعلام من العبث الذي تمارسه ميليشي الحوثي داخل الأجهزة الحكومية الواقعة في مناطق احتلالها من تعينات في المستويات الإدارية العليا والدنيا وقرارات فصل وإحلال الموظفين هي إجراءات غير قانونية كونها صادرة من جهة غير معترفة وغير شرعية أقامت مؤسسة وثاق للتوجه المدني بمدينة مأرب دورة توعية لأولياء أمور 27 طفلا مجندا ومتأثرا بالحرب في اليمن ضمن أنشطة الدورة الأولى من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثيرين بالحرب والتي تهدف إلى إشراك المجتمع في عملية التأهيل النفسي والاجتماعي وقال الآباء المشاركون إنهم أدركوا أهمية التأهيل النفسي والاجتماعي لأطفالهم المجندين والمتأثرين ولاحظوا الفرق بين حالتهم قبل وبعد التأهيل وأكدوا أنهم تعرفوا من خلال دورة التوعية على مفاهيم جديدة عن حقوق الإنسان والأطفال على وجه الخصوص وعن المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال في الجبهات يذكر أن مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن يستهدف في المرحلة السابعة والثامنة إعادة تأهيل ثمانية أو ثمانين طفلاً مجنداً ومتأثراً وتوعية ثمانين أسرة حذر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك من أن نصف سكان اليمن قد يجدون أنفسهم قريباً على حفة المجاعة ويعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية وقال لوكوك أمام مجلس الأمن يوجد الآن خطر واضح من مجاعة وشيكة واسعة النطاق تطبق على اليمن أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل في هذا المجال طوال حياته العملية وشار لوكوك إن الأمم المتحدة تنسق حالياً تسليم المساعدات لنحو ثمانية ملايين شخص في اليمن وإن الأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديد الرئيسي في ظل استيراد اليمن تسعين في المئة من غذائه ودعا لوكوك إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وحماية إمداد الغذاء والسلع الأساسية في أنحاء البلاد وزيادة سرعة ضخ العملة الصعبة في الاقتصاد من خلال البنك المركزي إلى جانب زيادة تمويل المساعدات الإنسانية كما ناشد الأطراف المتحاربة الدخول في محادثات سلام وقال لوكوك بينما يعيش ملايين الأشخاص منذ سنوات على المساعدات الغذائية الطارئة فإن المساعدة التي يحصلون عليها تكفي بالكاد للبقاء على قيد الحياة وليس النمو أحالت النيابة في عدن أكثر من مئة قضية بشأن مخالفات محل ومكاتب الصرافة التي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصريح معتبدة من البنك المركزي إلى القضاء للبت فيها وقال وكيل وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبد الكريم العمراوي بوكالة سبا إن قطاع الرقابة والتفتيش في البنك المركزي اليمني نفذ حملة بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة وذلك بالتزامن مع الإجراءات القانونية والبنكية فيما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدد وأنه تم إحالة أكثر من مئة قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها وأوضح العمراوي إنه تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مبادرة لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين في المحافظة أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني أنه في سياق اهتمام السلطة المحلية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وظروفهم المعيشية الصعبة أطلقت مبادرة تهدف إلى مساعدة المواطنين في المحافظة وتتمثل في أن تقوم السلطة المحلية بالمحافظة بتوفير العملة الأجنبية للتجار وبسعر مشجع وهو السعر الذي يعلن عنه البنك المركزي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية على أن تباع هذه المواد بسعر التكلفة للمواطنين وعلى أن تسير هذه العملية بصورة منتظمة ومنطبطة وأشار المحافظ البحسني إلى جملة إجراءات وتذبير مماثلة قد بدأتها السلطة المحلية بالتنسيق مع ملاك بعض المخابز لتخفيف سعر الخبز أو لتخفيض سعر الخبز واعتماد مفارشة ومحلات لبيع الأسماك بأسعار مناسبة وقد بدأت هذه الخطوة في المكلة وستعمم على بقية المديريات وأشار محافظ حضر موتي لأن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد بسبب الحرب الظالمة التي أشعلتها ميليشي الحوثي وأدت لقتل وجرح وتشريد الألاف من أبناء الوطن وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية وإلحاق الضرر بكافة فئة المجتمع وكانت سببا في تدمير مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية وكذا ممتلكات المواطنين اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير على مستوى الإنجاز في مشروع طرق رسبسا الاستراتيجي الرابط بين مديريات وادي حضر موت والساحل وجه الكثير إدارة مكتب الأشغال العامة ومقاول المشروع البد بسفلتة الجزء الجاهز من الطريق لتسهيل تنقل المواطنين في المنطقة وزيادة الجهد في تجهيز الجزء الآخر من الطريق والأعمال الخرسانية وعب عبرات المياه بدوره أكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بوادي حضر موت متابعته المستمرة للمشروع والإشراف المباشر على الأعمال من أجل إنجاز المشروع شاكرا الدعم والحرص الدائم من وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء افتتح اليوم في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوى مبنى المساحة الآمنة للنساء إذانا بتدشين أنشطة مشروع مناهضة العنف ضد النوع الاجتماعي بالمحافظة الذي تنفذ جمعية الحكمة اليمنية الخيرية بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان وخلال حفل افتتاح المبنى وتدشين النشاط التدريبي أكد وكيل المحافظة لمروق عبد القوي لمروق على أهمية المشروع في خدمة قضايا المرأة بالمحافظة من جانبه قالت مشرفة المساحة الآمنة افتكار الدرهم إن إنشاء مساحة آمنة للنساء يهدف إلى تقديم الدعم التنموي والنفسي والصحي والعون القضائي للنساء إضافة إلى إقامة دورات تدريبية وتأهيلية لهن في العديد من المجالات وبما يتناسب مع وضع المحافظة وذلك بهدف تمكينهن اقتصاديا وحمايتهن من نقص الموارد والبحث عن سبل العيش المناسبة لهن ناقشت اللجنة المالية في محافظة شبوى برئاسة الوكيل المساعد سالم عبدالل الأحمد عددا من القضايا المتعلقة بعملها ونشاطها خلال الفترة الماضية وتدرست السبل والإجراءات الكفيلة بتنمية وتعزيز الموارد المالية المحصلة في المحافظة ومعالجة وتذليل مشاكل وصعوبات المعيقة لذلك وأكدت اللجنة على ضرورة تشديد عملية الرقابة على دفاتر التحصيل المالي ومتابعة الإرادات وتوريدها لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة أولا بأول وكلف مكتب المالية في المحافظة بإلزام المحصلين بتصفية دفاتر التحصيل المالي التي تصرف له من المكتب ومتابعة تصفية الدفاتر السابقة التي لم تتم تصفيتها حتى الآن واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة تجاه المتخلفين عن ذلك دشن محافظ ضالع اللواء الركن علي مقبل صالح يوم أمس توزيع أربعة ألاف وثلاثمائة سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان دعما لأبناء مديرية الأزارق التي تعاني من المجاعة وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل التي سيرها مركز الملك سلمان تقدمها إلى سكان الأزارق وفي حفل التجين الذي حضره ممثل مركز الملك سلمان وقيادة المحافظة عبر محافظ الضالع عن خالص امتنانه وشكره لحكومة المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهودهم المذولة في المحافظات المحضرة عامة والضالع بشكل خاص وذلك في تقديم الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية والخدمية الأخرى دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري توزيع ملابس على أسر الشهداء والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة فهد الخيرية أكد الوكيل الباكري أن هذه الملبوسات رغم أنها أشياء رمزية إلا أنها لفتة كريمة لشريحة مهمة وهي أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن والجمهورية والشرعية اليوم ندشن مشروع توزيع ملابس للأرامل في محافظة مأرب والمقدم من مركز الملك سلمان لغاثة والأعمال الإنسانية طبعاً هذا المشروع يشمل تسع محافظات هي محافظة مأرب، حضرموت، المهرة، الشبوى، سقطرة، وعدن، وأبين، ولحج، والضالع بدعم كويتي وزعت مؤسسة التواصل في تعز خمسين خزان مياه وخمسمائة حقيبة صحية على نازح الحديدة الذين يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة في ظل النزوح من مناطقهم جراء حرب ميليشيا الإرهاب الحوثية تنفيذ اليوم مؤسسة التواصل لتأمين إنسانية وبتمويل كريم للجمعية الكويتية الإغاثة تنفيذ خمسمائة حقيبة نظافة لنازحية الحديدة وتوزيع خمسين خزان مياه لنازحية الحديدة يأتي هذا الدعم وهذه العطية ضمن سلسلة مشاريع تنفيذها مؤسسة التواصل لتأمين إنسانية النازحية الحديدة نشرتنا انتهت وعودة إلى أهم عنوينها رئيس الوزراء معين عبد الملك يصل إلى محافظة المهرة للاطلاع على أضرار العصفة المدارية لبان قبائل طوق صنعاء تتعهد بإسناد الجيش الوطني في معركة تحرير العاصمة وإسقاط الانقلاب السلطة المحلية بحضر موت تطلق مبادرة لتخفيف أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين في المحافظة للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نت وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله اشتركوا في القناة